عايز سألك برضا كيف تتعامل مين اللعيبة اللي عجبتك في المنطقة والليم في هذه البطولة؟ كأداء في البطولة أنا عجبني إبراهيم عادل طبعاً هو العيب يعني أنا شايف إن هو ده مكانه مش هنا الصراحة يعني لازم يدور على فرصة إن هو يحترف لأن إمكانياته تؤهله إن هو يبقى لعيب محترف بشكل كبير جداً عجبني النني يعني على قد ما هو العيب كبير بس عجبني قيادته للفرقة وكان واضح إن هو بيقود الفرقة بشكل وحطت الموضوع في دماغه إن هو تحدي بالنسبة لي ويمكن هو شارك قبل كده في البطولة دي دي في 2012 وحب برضو إن هو إيه في كلام برضو إن إني وكان واخر موضوع التحدي شخصي وأنا كنت شايف كده فأدى أنا شايف إن هو قدى بطولة كبيرة عجبني برضو يعني في ناس كتير المساك اللي هو عمر فايد هو الماتش الأخير الماتش الأخير كان فيه سوق توفيق بتاع فرنسا بس الرجل أداءه في البطولة كان كويس أنا شايف إن هو لعب كويس الأسيست اللي بتعامل بين المساكين بسك أضعف خط ده أضعف خط عندنا كان لتين مدفعين أنا فاهم إن هو غيلت في جون فرنسا لما سم كانوا وطلعوا ولعب لعب بس أنا ما شوفه كمجمل هيبقى من المساكين كويسين في فرنسا دي يوجد نظري دي كلمة كويسة صح لإني أنا ما نفعش أموت اللعيب يعني هو أحمد علي شافيحة كويسة يعني خلاف ماتش فرنسا غير كدك أنا ما أدي أضعف خطوات أنا مش هنكر دي أنا مش هنكر دي سواء هو أو حسام يعني الناس دي مش هم موتها بس في عندهم حاجات لازم يعني لسه صغير بالضبط ما عنده فيش خبرات لازم فيه حاجات أشتغل عليها اللي اتنين بطوقة في الحركة بتاعيتهم يعني حتى حركتهم بطيقة في الفلترن أي حد يبيروح عليهم بسرعة بيعدهم صحيح بس هو عمل ماتشاط يعني ماتش أسبانيا كان كويس جدا على فترة أنت كلامك صح بش أصدق أنا مرداش تقولك أموتهم أنا أقولك النقط ضعف عندهم أنت ممكن ما يكونش عجبك في أثناء البطولة بس أنت شايف أن هم وعيدين أنا شايف يشتغل على نفسه تحديدا عمر يعني عظيب